موسيقى مرض السكر هو أكثر الأسباب شيوعا التي تؤدي إلى الفشل الكلوي يشاركه في هذا ارتفاع ضغط الدم مرض السكر هو أكثر الأسباب شيوعا التي تؤدي إلى فقدان البصر مرض السكر هو أكثر أسباب شيوعا التي تؤدي إلى القدم السكري الذي قد ينتهي بعمليات البتر ويكفي أن نقول أن كل 30 ثانية بيحصل بتر لمريض سكر في مكان ما في العالم بسبب عدم ضبط السكر معظم مرضى السكر بيبقى السبب المباشر للوفاء عادة في 70% لـ 80% من المرضى هو أمراض القلب أو جلطات القلب والمخ مضاعفات السكر بتحصل نتيجة عدم الاهتمام بضبط السكر مضاعفات السكر بتحصل نتيجة عدم الاهتمام بمتبعة السكر الخبر الكويس أن يمكن الوقاية من مضاعفات السكر أن أنا حافظ على السكر التراكمي أقل من 7% السكر الصائب أقل من 130% السكر الفاطر أقل من 180% أزبط الكوليسترول والدهنيات أزبط الضغط ما يزيتش عن 130% على 80% إذا قمت بكل الخطوات دي ده بيقلل جدا احتمال الإصابة بمضاعفات السكر يبقى مضاعفات السكر هي مضاعفات خطيرة جدا مضاعفات السكر بتأثر على حياة الإنسان وقد تؤثر على شغله وطبيعة حياته وحاجات كتير جدا ولكن يمكن الوقاية بإذن الله من هذه المضاعفات باتباع نصائح الطبيب بالمحافظة على النظام الغذائي على الرياضة على الأدوية اللي بناخدها بكل ده نقدر نتقي ونقدر نحافظ على نفسنا من حدوث مضاعفات السكر بتمنى لكم كل خير وبتمنى لكم كل صحة وأشوفكم دايما على خير بإذن الله اشتركوا في القناة